بسم الله الرحمن الرحيم المشاهدون الأفاضل في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم وحيكم من قناة الشروق وأستهل معكم عرض المسال الخباري بأبرز العناوين دقل يطالب المجتمع الدولي بالمساعدة في تنفيذ اتفاق سلام السودان الذي وقع مؤخرا بجبا اللجنة القومية العليا لجمع سلاح ومنع استخدام المركبات غير المقننة تواصل أعمالها بدارفور فيضال النيل الأزرق بولاية سنناريا يجتاح الأحياء الشرقية بمدينة سنجا مخلفا أضرار كبيرة في المنازل والممتلكات أهلا بكم إلى التفاصيل بحث نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي محمد حمدان دبلو مع رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير مياردد بجوبا مسار تنفيذ اتفاق السلام جنوب السودان وأكد رئيس لجنة تنفيذ اتفاق السلام بجنوب السودان أن نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي هو الضامن لاتفاق سلام جنوب السودان حيث تم تنويره خلال الاجتماع بمجريات تنفيذ الاتفاق واطلع على عمل لجان تنفيذ الاتفاق واطمأنا قلواك بل طمأن مواطني الجنوب بأن الاتفاق يسير بصورة طيبة نائب رئيس مجلس السيدة الانتقالي هو الضامن لاتفاق سلام جنوب السودان وكل جوالات والجنوب يطالع على ملاف في أول ويكد رئيس جنوب يطالع على ملاف التاني شاندك در كيف اتفاقية ماشي ويتغينا ونورناو بكل تتبعات التماف اتفاقية من تشكيل الهكومة المقومية لتشكيل الهكومة والأيات بعدها قتمنا بقطاع الأمنى تقريب القواعد في المسكرات وعكنا لو جهسي القواعد الآن للتقريج دفع الأول والطوار بكل دفع تاني للمسكرات من جانبه قال محمد حمدان دقلو في تصريح صحافي الاجتماع بحث مسار تنفيذ اتفاق سلام جنوب السودان وناقش القضاء المتعلقة بالترتيبات الأمنية لسلام جنوب السودان وطالب دقلو المجتمع الدولية ومنظمات الأمم المتحدة بالمساعدة في أن تفي بالاتفاق عبر الوقوف على المعيقات وحلها بالنسبة للترتيبات الأمنية أو المنظومة الأمنية بصيفة عامة من جيش وشرطة وأمن وحيب الرية الآن الحمد لله نحن نقدر نقول الأمور مشت بالطريقة المطلوب في الأيام الجاية إن شاء الله ستتخرج الغوات في الأيام الجاية ستتخرج وتبدأ ترتيب اللي جانا إن شاء الله ستكون مستعدة في اليومين دي يبدأ الترتيب طوال للغوات الفوج الثاني للتدريب بالنسبة لله من ناهي السياسية برضو المباطعات الآن الحمد لله كان في اختلاف في أربع أربع إدارية تغريبا الآن الحمد لله تم الاتفاق بين الأخوان وإن شاء الله برضو سيد الرئيس يعني وافق وحيمش فيها طوالي قال النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي رئيس وفد التفاوض الفريق أول محمد حمدان دبلو في مؤتمر صحفي عقده بمطار الخرطوم قال إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع حركات الكفاح المسلح بجبا من أهم إنجازات ثورة ديسمبر المجيدة وهنأ الشعب السوداني على إنجازه وجاءت تصريحات النائب الأول عصر اليوم عاقب عودته من جبا بعد التوقيع على اتفاق السلام بالأحرف الأولى مع حركات الكفاح المسلحة الحمد لله السلام ده مفروض يتحقق زي ما قلنا في البداية ثلاثة شهور واستمر لغاية السنة الحمد لله والآن أتكلل بالنجاح نحن نمشكرهم شكر عظيم شكر جليل ونتمنى لهم التوفيق ونتمنى أنه نحن يعني ده ما ينسى لهم والإنسان ما بنشكر عليه واجبه هم جوزوا لا يتجزى مننا أيضا إحنا من التوقيع ده أو الاتفاق ده لجي ترحيب واسئ من المجتمع الدولي كله ترأى سوالي غرب دارفور محمد عبدالله الدومة اجتماعا مشتركا بين لجنة أمن الولاية ووفد اللجنة القومية العليا لجمع السلاح ومنع استخدام المركبات غير المقننة في مرحلتها الخامسة واستعرض الاجتماع خطة لجنة أمن الولاية تجاه تنفيذ المرحلة الحالية وموجهات اللجنة القومية لتنفيذ الحملة في عدد من ولاية البلاد وأوضح والي غرب دارفور أن الحملة تجيء في وقتها لأن الولاية شهدت جملة من الأحداث المؤسفة وأكد الدومة أن حكومته ستشرع في تنفيذ الخطة الأمنية في الأيام المقبلة ودع الوالي لاتخاذ إجراءات وسياسات واضحة تجاه المركبات غير المقننة موضحا ضرورة اتخاذ قرار من رئاسة الدولة يقفل الحدود حتى لا يعبر السلاح إلى الولايات الحدودية أعلنت اللجنة الفنية العالية لجمع السلاح بالسودان عن إطلاق المرحلة الخامسة لجمع السلاح وأوضح مقرر اللجنة العالية الهادية عبدالله عقب لقائه بالفاشر والي شمال دارفور محمد حسن عربي أن هذه المرحلة هي مرحلة الجمع القصري بعد أن أتيحت الفرصة للمواطنين بالجمع الطوعي وأشار إلى الترتيبات التي وضعتها اللجنة من توفير قوة مشتركة كبيرة تنفذ الجمع القصري وأجهزاء للكشف عن السلاح وكلاب بوليسية مدربة على هذا الفعل اللجنة الفنية العالية لجمع السلاح في لقائها مع والي شمال دارفور تعلن إكمال ترتيبات الانطلاق المرحلة الخامسة من عملية جمع السلاح وعربات الدفع الرباعي وهو هدف حشدت له اللجنة العليا أكبر قوة مشتركة يجيء ذلك اتساقا مع رؤية حكومة ولاية شمال دارفور لصدامة الأمن والسلام وإنجاح برامج الفترة الانتقالية اللجنة الفنية العليا لجمع السلاح أعلنت بداية مرحلة الجمع القصري للسلاح عبر قوة مدربة وتجهيزات تقنية وفنية عالية الدقة في الكشف عن السلاح إلى جانب استخدام الكلاب البوليسية اللجنة أشارت إلى استمرار الجمع الطوعي جنبا إلى جمع جمع القصري وحذرت من عواقب عدم تسليم السلاح للجهات المختصة هذه المرحلة إن شاء الله زي ما شاهدتوا أنه جمعنا عدد ضخم جدا من الواطف شمال دارفور والكلاب البوليسي المدرب تدريب عالي جدا للكشف عن عماكن الأسلحة المخبة وكذلك كاشفات الأسلحة تكشف الأسلحة العماق بعيدة وإن شاء الله القوات جاهزة لتنفيذ المرحلة الخامسة مرحلة جمع السلاح الغصري بعد مرة العملية بمراحل عديدة وإطاءة فرصة للناس لتسليم أسلحتهم طبعا ولحد الآن الجمع الطبعي مستمر وأي زول أثناء جمع الغصري يسلم سلاحه إن شاء الله سيكون في مؤمن أما البيك بودويندو السلاح إن شاء الله يقدم في العدالة خطوات أخرى أعلنت اللجنة في منع دخول العربات غير المقننة ومنع العربات ذات الدفع الرباعي والدراجات النارية لخطورتها عن الأمن والاستقرار ومصادرتها لصالح الدولة تم منع العربات المهربة دخولها للسودان أنها تضربة اقتصاد السودان ودربة سمعة السودان وكذلك عربات الدفع الرباعي تم منعها وتوجيب بمصادرتها فورا لصالح الدولة لأنها تبرد عربات قتالية تشارك في الأعمال القتالية بدل الغبائل والمواتر أيضا في الولايات الحدودية تم منعها وصدرت غرارات بمصادرتها لصالح الدولة لأنها تبتكم جرائب عديدة في التهريب وفي المخدرات ومشاكل أخرى عديدة أمنية لذا تم مصادرتها إن شاء الله تجيء مرحلة الجمع القسري لسلاح بعيد التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق السلام وهي خطوة تمهيد الطريقة لسلام المستدام وتساعد في تنزيل بنود الاتفاق على أرض الواقع ياسر دمحسن قناة الشروق ولاتي الشمال دارفور الفاشر استقبلت السفيرة إلهام إبراهيم محمد أحمد الوكيل المساعد لشؤون السياسية بوزارة الخارجية بمكتبها اليوم السفير هاتوري تاكاشي سفير اليابان الجديد داد السودان وثمنت السيدة السفيرة خلال اللقاء الدورة الذي ظلت تلعبه اليابان في السودان معددة البرامج التي تنظمها الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا بالبلاد والدعم السياسي الذي تقدمه في المحافل الدولية مشيرة للبيان الصادري من وزارة الخارجية اليابانية والذي رحبت فيه بالتوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية السلام بين الحكومة وحركات الكفاح المسلحة احتفلت الجالية الأردنية بالخرطوم بتكريم وداع سفير محمد باشا الخزاعلا بمناسبة انتهاء فترة عمله بحضور كبير لصفراء العرب والأفارقة وموثلي البعثات الدبلوماسية بالخرطوم وأكد السفير المحتفى به في كلمته عظمة الشعب السوداني ومقدرته على النهوض ببلاده مشيدا بروح التعاون التي وجدها من السودان حكومة وشعب في أداء مهامه مؤكدا متانة العلاقات السودانية الأردنية المتجذرة من جانبهم أشاد السفراء المشاركون بالسفير الخزاعلا في أداء للشعبين السوداني والأردني وفي الختام تم تكريم السفير من عدد من المؤسسات والأفراد والجمعيات نبهت غرفة طوارئ الخريب بالدفاع المدني ولاية الخرطوم جميع المواطنين وخاصة القاطنين على ضفاف النيل باتخاذ الحيط والحضر والابتعاد من مجاري الأنهار والمناطق المخافضة خاصة المناطق التي سبق وأن تأثرت في الأعوام السابقة وذلك حفاظا على الأرواح والممتلكات أعلن حكومة ولاية نهر النيل بداية العمل فعليا في تنفيذ القرى السكنية للمتأثرين جراء فيضان النيل وقال الدكتورة آمن المكي والي نهر النيل خلال اجتماع لمجلس الوزراء قالت إن تجربة مسروع القرى ستعمم على جميع محليات الولاية لضمان إيجاد السكن الملائم والأمن للمواطنين بعيدا عن مجاري السيولي والأمطار وضفاف النيل حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم وأكدت الوالي أن حكومة الولاية وجهت ميزة نياتها لطوارئ الخريف والعمل على توفير المعينات الأساسية التي يحتاجها المواطن في ظل تداعيات فيضان النيل كما وجهت والي نهر النيل دائرة الصحة بإنشاء مراكز ووحدات علاجية تضم كوادر طبية متكاملة بمناطق تجمعات المتأثرين من الفيضان للتصدي لأمراض الخريف وتقديم الخدمة العلاجية إلى ذلك وجه المجلس بتشكيل لجنة مختصة للوقوف على مدى تقديم خدمات مياه الشرب لمواطنين الولاية كما اطمأنا على سير الاستعدادات والترتيبات لامتحانات الشهادة السودانية اعتبرنا أن الولاية في حالة طوارئ وجهنا كل ميزانية الولاية تكون تجاه الطوارئ عندنا تجربة بدينا بها الآن عندنا جزيرة اسمها كرني غمرت تماما 618 بيت مباشرة عندهم غرية حيرحلوا فيها المساحين الليلة مشوا هناك بيمسحوا للذول بيته طوالي نديوا خيمة يخذتها في ذات الأرض حتتوصل لهم موية عن طريق وابورات حاجة سريعة عاجلة في خيمة حتكون علاجية باعتبار أنه ده يكون الغرية اللي حتكون دائما حنعمم التجربة على كل الولاية إنه تاني ما في زول يكون قاعد في مجرسيل اجداح فيضان النيل الأزرق بولاية سنار الأحياء الشرقية بمدينة سينجيا مخلفا أضرارا كبيرة في المنازل والممتلكات حيث يعيش السكان هناك أوضاعا إنسانية صعبة بعدما فقدوا المأوى والأمتعى عاش سكان الأحياء الشرقية بمدينة سينجيا أوضاعا إنسانية صعبة للغاية عندما اجتعهم فيضان النيل الأزرق ليلا مخلفا أضرارا كبيرة في المنازل والممتلكات سعاد أحمد علي تحكي قصتها مع الفيضان تقول إنها أصبحت بلا ماوى ولا أمتعى البحر دي جعله بيغافله ودررنا ضرر شديد برقنا إلا بهدومنا اللا في سنين فقدنا دواليب وفقدنا العدو وفقدنا المراد وصراير وصل الحمد لله بركة في الأرواح بيوتنا وقعت الحمد لله وقعت مدبخ وقعت عريش وقعت السور الحمد لله الوضع على وشك الموية في المروحة والله آخرون مثلها تعرضوا لخسائر فادحة وطعطلت أعمالهم التجارية بفعل الفيضان يا تناص بربوطة بس جعانين والله أنا فطور ما فطرت منا الصباح لا في العيش ما في والأفران دي كلها بجاي وقعت 11 فرون وقعت كلها ضررت كلها مليانة دقيق حس الأفران دي كلها مليانة دقيق وكلها قبواتها وقعت ما في فرون نصيح دب ويقول السكان المحليون إن هذا الفيضان لم يشهدوا مثله من قبل متجاوزا كل المناسب السابقة وحقيقي يعني إحنا يعني لنا أشياء كثيرة جدا فقد نهم يعني حتى عندنا المعدات الكاربائية تاني قد يكون احتمال تاني ما أشتغل خالص يعني الله أعلم بالإضافة إلى الرعب ذاته يعني إحنا قد يكون لنا كذا يوم يعني يوم ساكت ما نمنا والحمد لله نحمد الله لكل حال بينما أطلق متضررون نداءات إنسانية عاجلة للحكومة المركزية والمنظمات بالتدخل العاجل لمساعدتهم أنا دار أقول من خلال هذا التصريح وهذا التقرير أن حكومة ولاية سنار لها الدور الكبير في هذا الفيضان لأنها لم تعمل مبكرا يعني في ردمة جسر الواقع لمدينة سنجا يعني تهاؤن المسؤولين في هذه الولاية وفي هذه المدينة هو أدى إلى الفيضان في كل عام ظل فيضان النيل الأزرق بولاية سننار يهدد عشرات القرى والأحياء بالغراق الأمر الذي يضع حكومة ولاية سننار أمام تحديات كبيرة تحتاج لمعالجات جذرية السماني أحمد عمر الشروق ولاية سنار مدينة سنجا أكد وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سامي شريف دعم وزارته لجامعة الإمام المهدي حتى تصهم في تحقيق التنمية المستدامة بالولاية جاء ذلك في فاتحة أعمال اجتماع مجلس إدارة جامعة الإمام المهدي بولاية النيل الأبيض عبر تقنية الفيديو كونفرانس وأكد نمر عثمان البشير رئيس مجلس إدارة الجامعة والذي خاطب الجلسة عبر تقنية الفيديو كونفرانس أن ولاية النيل الأبيض غنية بفرواتها ومواردها خاصة البشرية مما جعل الجامعة تهتم بالتدريب والتأهيل للكادر البشري مشيرا إلى إسهام الجامعة في تطوير الصناعات بكل أنواعها من جانبه أكد والي ولاية النيل الأبيض اسماعيل والراق اعتماد الولاية على جامعة الإمام الهادي في ترقية وتطوير البحوث العلمية في كافة المجالات العلمية للإسهام في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنموي والاستفادة من موارد الولاية خاصة في مجال الإنتاج الزراعي والحيواني مشيرا لدور الجامعة في رسم معالم سودان الحديث فضلا عن إسهامها المعرفي في رفع الوعي لمجتمع الولاية أن نقدم بتحيئة تنبياء تراثية والحفاظ على الأمن والمساهمة بقدر الإمكان في التحيئة المناحة المناسب بأن يكون هناك السراحة لله وصورة عامة والجامعات والجامعة الإمام وصورة نفس ما نريده أيضا هو خلق الشراكات الزكية بيننا وحكومة وبين كافة رطاعة المجتمع ولعل مؤسس التعليم الآلي تأتي في المؤتمة لما تتمتع به من فترات وإمكانات في مجال البروز والفراسات أكد وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح أهمية توضع خطة وطنية لتدريب مضيفا لدينا مع المعونة الأمريكية مسح للمؤسسات الإعلامية وتحديد الاحتياجات التدريبية لوضع خطة وطنية للتدريب وقال خلال مخطبة اليوم بقاعة وزارة الثقافة والإعلام الاحتفالية الختامية حول تطوير خارطة طريق لإصلاح الإعلام في السودان التي تنظمها وزارة الثقافة والإعلام بالتعاون مع منظمة اليونسكو مكتب الخرطوم والسفارة البريطانية بالخرطوم واللجنة الوطنية السودانية لليونسكو وشبكة الصحفيين نريد إعطاء جهزة الإعلام قدراً كبيراً من الاستقلالية لتكون مملوكة للدولة والمجتمع مشيراً إلى أنه على الإصلاح المستمر والقانوني والتدريب نستطيع تطوير وسائل الإعلام نصلتنا متواصلة وفيها بعض الفاصل لجنة إزالة التمكين بالشمالية تقف ميدانياً على معبر أرجين الحدودي الرابط بين السودان ومصر اشتركوا في القناة أهلاً بكم من جديد إلى طائفة في الأخبار العالمية حيث بحث رئيس الوزراء البريطاني بورس جونسون اليوم الخميس مع جاريت كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عملية السلام في الشرق الأوسط وعلن كوشنر عن أن الإمارات شريك استراتيجي بالمنطقة وفقاً لرويترز فإن جونسون انضم الاجتماع بين كوشنر ووزير الخارجية البريطاني دومينيكراف في لندن وناقش عملية السلام في الشرق الأوسط وحركت الإمارات المياه الراكدة حول عملية السلام في الشرق الأوسط عبر معاهدة السلام مع إسرائيل التي كان أهم مخرجاتها وقف خطة الضم لإجراء لأجزاء واسعة من الضفة الغربية والسلام في الشرق الأوسط قالت مبعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز اليوم الأربعاء إن الداعمين الأجانب لطرفي الحرب الأهلية يساعدونهما على تكديس السلاح في انتهاك لحظر الأسلحة في وقت يبدو فيه أن وباء فيروس كورونا المستجد يخرجوا عن نطاق السيطرة في البلاد وقالت ويليامز لمجلس الأمن الدولي إن نحو سبعين رحلة إمداد هبطت في البطارات الشرقية دعم لقوات شرق ليبيا الجيش الوطني الليبي بزعامة خليفة حفتر منذ ثامن من الشهر الماضي وخلال الفترة نفسها نقلت ثلاثين رحلة جوية وتسع سفل للشحن مواد إلى غربي ليبيا لمساعدة حكومة الوفاق الوطني في طرابلوس أعلن شرطة مدينة بورلاند الأمريكية اعتقال بعض المتظاهرين بعد أن رشقوا أفرادها بالحجارة والمقذوفات وقالت الشرطة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس إن محتجين بدؤوا مسيرة حوالي الساعة الحادية عشر مساء بالتوقيت المحلي مضيفة أن ضباطا أغلقوا شارعا وأمروا المحتجين بعدم الدخول وقالت شرطة بورلاند إن الحشود استمرت في التجمع بشارع نورث إيست إميرسون على الرغم من التحذيرات واحتاجت بل اجتاحة المظاهرات مناهضة للعنصرية ووحشية الشرطة بالولايات المتحدة منذ مقتل جورج فولويد وتشهر بورلاند مظاهرات يوبية منذ أكثر من ثلاثة أشهر للمطالبة بإصلاح الشرطة والعدالة الاجتماعية قال خفر السواحل الياباني ليوب الخميس إن أكثر من أربعين من أفراد طاقم سفينة للشحن الخاص بالماشية فقدوا بعدما انقلبت السفينة التي كانت متجهة من نيوزلندا إلى الصين في طقص عاصف في بحر الصين الشرقي وتم إنقاذ عضو وحيد من أفراد طاقم السفينة حتى الآن وقال خفر السواحل إن ثلاث سفن وأربع طائرات واثنين من الغواصين يشاركون في البحث عن السفينة التي كانت تحمل قرابة ستة ألف بقرة قد أرسلت بل أرسلت نداء استقاثة من منطقة إلى الغرب من جزيرة أمام أوشيمة في جنوب غرب اليابان أمس الأربعاء وسط رياح قوية وأمواج عاتية جراء الإعصار المسمى مايسك في الاقتصاد وقفت لجنة إزالة التمكين بالشمالية ميدانيا على معبر أرقين الحدودي الرابط بين السودان ومصر الذي نفذته شركة الزوايا المستردة من عبد الباصد حمزة ووجدت اللجنة المعبر في مرحلة ما قبل الإنهيار واستمعت اللجنة لكافة المشكلات التي يعاني منها المعبر ووعدت برفع المشكلات لجهات الإختصاص المختلفة لحلها وأبرز المشاكل التي يعاني منها المعبر عدم وجود جهاز فحص بالأشعة الصينية للكشف عن المعادن وكل الأشياء التي يمكن تهريبها وهو ما يحدث حاليا حسب إفادات مصدر بالمعبر كما أن هناك مشكلة بالنسبة للتفتيش النساء بجانب بيئة العمل غير المهنية إضافة إلى مشاكل الكهرباء والنظافة والسكن وغيرها من المشكلات طلب والي ولاية الجزيرة عبدالله إدريس الكنين وزارة الري بمضاعفة الجهود من أجل الارتقاء بالعمل في مشروع الجزيرة جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه وزير الري والموارد المائي ياسر عباس ووكيل الوزارة ضوال بيت عبدالرحمن ومدير عمليات الري بحضور أمين عام حكومة الولاية ووجه الوالي المزارعين بالقيام بدورهم تجاه التعاون المشترك مع مفتشي الري وإيقاف التعديات على منظمات الري والتحكم والسيطرة في المياه وشدد على ضرورة الالتزام بالموجهات الزراعية والتركيبة المحصولية وعودة إدارات المشروع والري والأصول وتفعيل القوانين لمعالجة عقبات الري أغلق مؤشر سوق الخطوم للأوراق المالية اليوم الخميس مستقرا عند 1777 نقطة مقارنة بتداول أمس فقد انخفض حجم التداول بنسبة انخفاض بلغت 91% وانخفض عدد الأوراق بنسبة انخفاض بلغت 91% بينما انخفض عدد صفقات المنفذة إلى 374 إلى 40 صفقة بنسبة انخفاض بلغت 89% في قطاع الشهادات الاستثمارية ختاماً لعرض المسائي من قناة الشروق هذا تذكير بأبرز العناوين دقلو يطالب المجتمع الدولي بالمساعدة في تنفيذ سلام السودان اللجنة القومية العليا لجمع السلاح تعلن انطلاقة المرحلة الخامسة فيضان الليل الأزراط يجتاح الأحياء الشرقية بمدينة السنجا ويخلف أضراراً كبيرة نهاية العرض المسائي قدمناه لحضراتكم من قناة الشروق نشكر لكم حسن المتابعة على أمل اللقاء بكم في الختام تحيات فريق العمل وتحيات في أمان الله اشتركوا في القناة